وثقافة الراية مشاهدين الكرام لمنافسة ل 16 رأس بعد استبعاد كل متوهجة وأيضا فوارت مكنون اللتين لم تمكن من الدخول متاحة البوابات على بركات الله لتنافذ يجمع أفراس الأربع سنوات فاكثر التي فازت من سباق إلى سباقين على مسافة 1600 متر التنافذ يجمع 16 رأس بعد استبعاد كل من فوارت مكنون ومتوهجة اللتين لم يتمكن من الدخول بوابات جهاز الانطلاق زلالة بدأ الانطلاق بنصف طول في المرتبة الأولى مع اكتساح وكذلك فارية من الخارج من أسماء المرشحة في هذه المواجهة التنافس ما بين زلال وفارية واكتساح في هذه اللحظات التنافس في بداية مشاهدين متابعين الكرام زلال ابنة أقولك تتصدر شوط الأفراس في المرتبة الأولى حتى الآن مع اكتساح من الداخل والمحاولات مشاهدين الكرام لرقم سبع فارية في المركز الثاني تبدأ التقدم مع تقدم أيضا لمقاصد من الأسماء التي دخلت دائرة ترشيح وعنود اخزام تبدأ التقدم في هذه اللحظات الآن والصدارة لزلال وفارية وعنود اخزام ومقاصد من الداخل في المرتبة الرابعة الاستحثاث من قبل راموس لعنود اخزام فيما صالح الشيء يحافظ على فرسي زلال في الصدارة إلى 400 متر الفاصلة زلال في صدارة هذا الشوط هل تحافظ فيما تأتي المباغة من مقاصد أم تحافظ زلال زلال لا زالت في صدارة هذا الشوط في انطلاقتها الرأسية فيما المباغة تأتي من مقاصد الآن لانتزاع الصدارة والمركز الأول لابنة موفقة تتقدم مشاهدين الكرام لانتزاع الصدارة كأسم مرشح قوي لهذا الشوط وتحقق المطلوب والمبتغى إذن ألف ألف مبروك لهذه جبران الرشيد فوز مقاصد شكرا شكرا